مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم فلق كامل اللي ايش هي المخبازة العدنية مخبازة صيرة اللي هي عبارة عن سمك التنور او سمك الموفا وخبز الرشوش كمان خبز الرطب وكمان صحاوق بالقبنة وكمان الحلبة حاجة جدا روعة وهم يقدموا معها حلاية او الحلو فتت تمر وفتت موز بس اني معملتيش واكتفيت كده بعشا حلو وقميل اول يوم بدت في يومي نشغل كده قرآن ونسمع ونعمل لنا كده كوباية نسكافي او شاهي طبعا نشوفوا هادي الاداة حلوة تعملكم رغوة للنسكافي هي للقهوة وبعضهم استخدمونا للشاه لأي حاجة حطت نسكافي وحطت سكر وماء وبدت كده اضغط عليها لما طلعت لي رغوة وعندي هنا حليب ساخن كان عندي حليب غليت حليب ساخن وحطيته عليها واحلى نسكافي تشربوه كده لكم المخ عشان تبدأو وصفتكم تبدأو شغلكم في البيت والطبخ والنفخ صح ولا لا وتعالوا نعمل ألد مخبازة كاملة كامل مكمل اني هنا عندي سمك دينيس تمام انتم تقدروا تستخدمو قحش تقدروا تستخدمو السولفش اذا موجودة السولفش هي عروسة البحر يسموها تقي سمكة ملونة عيوني قدام تمام هادي اللي اعرف عني هنا حطيت بسباس عدني وحطيت سلصة طماطم حاجة بسيطة اني زمان واني صغيرة شفت واحد في الصيرة يعمل بسباس عدني وصلصة وخلاص انحفط في داكرتي هذا الشي فصرت اعمل بسباس عدني وصلصة وشوية ملح وشوية من الكاري النيل وشوية كمان فلفل اسود وادهن السمكة تمام لانه الصراحة حسيت انه صلصة الطماطم نطفة بسيطة كده قبصة بس تخلي لون التحميرة بالتنور تخليها حلوة تقدروا ما تضوفوهاش اخر شي رشيت عليها من بوهارات كاري النيل وفلفل اسود كمان خلاص الان السمكة عندي متبلة قاهزة الان اش بسوي بسوي الحلبة هنا عندي ماء بحرارة الغرفة ماء عادي مش حار ابدا حطيت عليه ملعقة حلبة استخدمت حلبة الرقوي بطريقة الرش نفس موضح معاكم وقبصة من السكر حاجة بسيطة من السكر رشة السكر يبعد مرارة الحلبة تماما قربوه وخليها منقوعة اقل شي نص ساعة مع تغيير الماء تماما قان ما نعمل عقينة خبز الرشوش اللي هي عبارة عن كوب ونص من الدقيقة الابيض ورشة من الملح ممكن تضوفو رشة من السكر وماء عادي بحرارة الغرفة العقينة متل عقينة الخبز الطاوة العادية عقينة متماسكة بنفس الوقت طرية تكون بس ما تتلصقش باليد اعقنوها تمام تمام بعد كده خلوها ترتاح عشان ايش يسهل عليكم فردة يعني اني خليتها تقريبا ساعة ونص ومرتاحة يعني بعدين فرتت تمام يعني اكتر وقت ممكن خلوها الان من اعمال خبز الرطب عندي كوب من الدقيقة الابيض وملعقة صغيرة من السكر وكمان ربع ملعقة ملح وكمان من حبة البركة اني اخلط معا حبة البركة تقريبا ملعقة صغيرة مليانة وعقنوها على ما عادي العقينة طرية شوية تكون بس ما تتلصقش كمان باليد زي الخبز بس حسوها طرية انتم تشوفوا كيف قوامل عقينة عقنوها تمام تمام خلص بعدين ادهنو زيت لاني تتلصق شوية خلص بعد كده بعد تدهنوها زيت بس عشان ما تتلصقش يعني بالبولة او بالزبدية هادي او نحن نسميها مطيبة خاص غطوها وخلوها كده نص ساعة اقل حاجة الان تعالوا نعمال عندي هنا نفس كمية السمنة نفس كمية الزيت وضفت قليل من سمنات القمرية حاجة بسيطة مش تيهش نكهتة قوية ودوبونا على النار كده شوية تكون سائلة الان بدهن السطح العمل بالزبدة والخلطة اللي عملناها باكتب لكم ياها بصندوق الوصف وببدأ افرد العقينة هادي عقينة خبز الرطب عشان منطلخباطش تمام افردونا اكتر شي رفيعة رفيعة طبعا كل واحد بخبز الرطب كلهم لهم طريقة بالفرد اني هادي طريقتي ومعتمدها من زمان والتقريبا هي سهلة شوفوا فردت بشكل مستطيل تمام او ممكن تقولوا مربع افردوها بشكل رفيع كل ما رفعتوها كل ما طلع مورق معاكم حلو خاص بعد ما فردت بدهنة بالسمنة والزيت اللي خلطوه هذا بعد كده بطبطب كده عليها وبرش عليها من الدقيقة كأني بعمل خبز الطاوة عادي كأني بعمل خبز الطاوة الآن طريقة التقطيع شوفوا كيف بقطعي طبعا أني عندي فيديو كامل لخبز الرطب فقط موجود في القناة شوفوا بقطع من النص والنص بس ما وصلش للوسط زي كده من نفس القهة من مقابلة شوفوا كيف بقطع من مقابلة والآن بحط بالوسط بتني يعني الخبزة على الوسط شوفوا كيف نفس موضح لكم بالفيديو إذا كان معاكم طويل عادي يعني عادي ممكن تعملوا أكتر من لفة شوفوا نفس موضح لكم بالفيديو زي كده أطبقه تطبيق هذا أفضل تطبيق الخبز الرطب دايما حتى للخبز العادي الطاوة تطلع مورقة خلاص الآن تكون خلاص جاهزة غطوها بصحن أو بسفراء اللي معاكم غطوها ترتاح شوية عشان يسهل عليكم منكم تفردوها على بل ما تروحوا تغسلوا المواعين أو تسخنوا الصاق يعني زي كده بعد كده مرتاحت شوية ادهنوا رشا من الدقيق وبدأوا يفردوها شوفوا بقولكم حاجة الفرد عالي لو طلعت مش متساوية يعني طلع شكله مربع دائرة زي ما تحبوا تفردوها أهم حاجة أن تنفرد بمستوى واحد ما يكونش جهة سميكة و جهة رفيعة كل مستوى واحد إذا أنتم لاحظوا أن تشوفوا أني أفرده بس أحاول أطبطب عليه بيدي بحيط أن النفس المستوى تكون يعني ما يكونش جهة رفيعة و جهة سميكة عشان تتورق معايا تمام لما أجي أفتحها بعدين بتشوفوا تطلع تمام معايا يعني تتفتح معايا تكون خلص بعد كده أني شوفوا الآن متخلوهاش كمان كتير رفيعة لا خلوش وسط كأنكم خبز طاوة بتعملو بس متخلوهاش رفيعة كتير الآن خلص عندي الصاق ساخن أو الطاوة ساخنة بحطها على الطاوة شوفوا النار تكون وسط والطاوة تكون حامية ابدأوا قلبوها كل شوية تتقلب انتبهوا تخلوها تتحمار كتير أو تطول على النار لا ما تطولش على النار تاخد دقيقتين أول نطلع كده لون ذهبي خلص ارفعوها من النار هي أساسا تنتفخ كده تستوي في بين تفاخات يعني تفكفكت من داخل تورقت تكون من داخل بس انتبهوا تطول على النار على طول هنا عندي صفرة أكل ومنشفة وابدأوا إيش خبطوها لازم كده تحسو تكفكفكوها كده الآن بعضهم يرشوا عليها صليط قلقل اللي نحن اسموه زيت السمسم وبعضهم سمنة أنا ما عنديش كان زيت السمسم فعملت عليها سمنة كده رشة وبدأت أفتح يعني أفكفكة من بعض شوفوا كيف وهي حامية لازم تتفكفك بعضهم الآن يرشوا حبة البركة عليها ميرشوش مع العقينة يرشوها الآن أنا لقى أرشي مع العقينة وخلاص حتى يكون طعمة ألد أحس أنه طعمة ألد لما مع العقينة تكون وهذا خبز الرطب قاه شوفوا ماشاء الله يقنن إلا يشتي له كده بس رشا عسل وقلص شاه ملبن كده يعدين المخ والله وتأكلوا أحلى خبز الرطب أنا أحب الصراحة كتير خبز الرطب خلونا الآن نعمل خبز الرشوش طبعا خبز الرشوش الآن نحنا إيش من لحه نحنا نقول كده نلحه خبز الرشوش كمية اللي أعطيتكم تجيب لكم خبز رشوش خبزة كبيرة تمام أنا قصمتين الآن شوفوا قصمتين لتنتين تمام بدهن الآن الآن بدهن السطح العمل بالزيت واللي خلطناه والسمنة وببدأ أفرده فرد كمان رفيع رفيع حاولوا ترفعوا أرفع حاجة مربع مستطيل اتقطع ما فيش عادي ما فيوش أي مشكلة بتشوفوا كيف الآن من لفق خبز الرشوش بعد كده بدهنوا بالسمنة وصراحة هم يعملوا على طول السمنة ويعملوا حبة البركة بس أني أرش قليل دقيق بعد ما دهن كده فتحته بشكل مربع رش بسيط رشة بسيطة من الدقيق والآن أحط حبة البركة رش عليه حبة البركة والآن إيش بسوي ببدأ شوفوا كيف طريقتي أني كيف أقطع خبز الرشوش أقطع بشكل شرايط نفس كده موضح لكم بالفيديو هذه أفضل طريقة إيش يطلع معاكم يجننوا سهلة بجد سهلة ما فيباش تعطفوني ولا شي الآن كل شريطة بلوفي زر رول زي موضح لكم بالفيديو شوفوا كيف على كل وحدة يعني شوفوا أخدي بعدين أحطها على الثانية شوفوا كيف وأحطها على طبعا أول شي خدوا المقطعات خلوا المقطعات من داخل إذا أنتم ملاحظين أي وحدة كده حسين مرة مقطعة كتير أخليها هي بعدين آخر شي السلامات اللي ما تقطعوش الشرايط اللي هي سلامين كده أخليهم آخر حاجة وكمان الآن شوفوا كيف زي الرول صارت العقينة الآن العقينة الثانية اللي قصمته كمان كده أفرودة نفس الأولى أفرودة بشكل رفيع رفيع مستطيل أو مربع عادي بعد كده أدهنة بالسمنة تمام أدهنوها ورشة من الدقيق قالتكم رشة بسيطة ممكن ما ترشوش وحبت البركة ترشو عليها وكمان تقطعوها مثل الشرايط كده تقطعوه مثل الشرايط وإيش أسوي طبعا أنا بعد ما قطعت زي الشرايط نفس العقينة نفس العقينة نفس العقينة اللي اللي لفيتها قبل أقيبة عليها عشان أعمل لي قرص كامل شوفوا كيف نفس العقينة أكمل الباقي عشان تطلع لي قرص كامل رشوش خبزة كبيرة رشوش تمام يعني هذه حق واحدة قبت لكم كوب كوب ونص دقيق تقبلكم واحدة كبيرة خبز رشوش هذا نحن الآن متفقين الكمية عليها شوفوا كيف ألف أول شي مقطع آخر شي السلامات السلامة ألف آخر حاجة عشان تمام تطلع لي معايا خلش ما شاء الله شوفوا كيف الخبزة كيف تقيموا الرقبة بتقيلكم انتم شفتوا بداية الفيديو خلص الآن نضغطوا عليها وغلفوها أو غطوها وخلوها ترتاح عشان نسهل عليكم إنكم تفردوها الآن تعالوا شوفوا الحلبة طبعا الحلبة أنا غيرت الماء أكتر من مرة يمكن ثلاث مرات صفوا الماء حقي خلاص وبدأوا أخلطوها كده ضربوها تمام تمام لما ترجع إيه زي الكريمة لو أنا أبيض كده شوفوها كده تكون خفيفة وزي الكريمة هالي طريقتي بالحلبة الآن إيش بسوي بحط عليها ماء بارد وهي بتطوف بعدين بتشوفوها الآن وهي زي كده بقمعي كده مع ماء بحط عليها ماء بارد الآن تعالوا من أعمال شغلت التنور وهنا عندي الشبك حق التنور بحط عليه شوية زيت وملح وببدأ أشوي السمكة بالتنور طبعا التنور خلته خمس دقايق على حرارة وسط أول شي يسخن بعد خمس دقايق كده برشت هنا الملح من فوق أزيده ملح والآن ما شاء الله التنور خلاص قده ساخن ومر خمس دقائق وما شاء الله بحط الآن السمكة إيش أقول لكم ريحة البيت أقول لكم مخبازة مخبازة تصيرة باقي البسسس باقي البسس عندي البسس يعني اللاقطط حق المخبازة تعالوا نعمل استحاوق عندي طماطم فلفل وعندي قبنة بيضاء وكزبرة وثوم طبعا الكمية زي ما تحبوا أنا الطماطم قشرت بعد القشرة حقي وحطيتها بالخلاط طبعا شوفوا أنتم تقدروا تعملوا بمحضرة الطعام تقدروا تعملوها بالخلاط الكاس أنا أعملي بمحضرة الطعام أحبي خشنة ما حبيش كده كله زي الماء كده ترجع ناعمة أحبي بهذا القوام لكن إذا حطتونا بخلاط الكاس بترجع لكم ناعمة أنا أحبي نفس كده القوام ومطن زي ما تحبوا آخر شي برش عليها بسباس حيمي أو زعيتري هذا البسباس اليمني خلصوا تكون استحاوق بالقبنة جاهزة تعالوا الآن الحلبة شوفوا الحلبة كيف منقوعة بالماء شوفوا زي كيف نقعتها بالماء تطوف إيش ترجع كده حلوة المرارة ما فيش أبدا أحط في أحط في محضرات الطعام وبدأ أضيف الطماطم حاجة بسيطة بعضهم نضفوش طماطم كزبرة وثوم فلفل أخضر وعصرة ليمون وملح هذا هو اللي أنا أعمله بالحلبة بعضهم بس أضفو كزبرة وبسباس الفلفل ورشة الملح والليمون بعضهم خل كل واحد له طريقة أخلطوه كده بشكل اللي أنا حملتوه بحضرات الطعام لأني كمان أحبوه خشن نفس كده أحب قوامو ودنتم شتوه ناعم أخلطوه عادي كله بالخلط بعضهم شوفوه خلاص بس نقعو الحلبة على طول ما عاد يخبطوه ناش يخلطوها كده عادي رشة من الزباس الزعيتري والفلفل الزعيتري ويكون جاهز الحلبة ما شاء الله السمك جاهز طبعا أني أخذ من 12 دقيقة على نار عالية أو نار وسط قولوا ما شاء الله طنعش لأنه سمكتي صغيرة الآن تعالوا هو التنور عاد وساخن معبن لكم بفرض خبز الرشوش اللي عملنا الآن تفردوه شوفوه أفردوه على الدقيق انتبهوا تفردوه على سمن عشان ما بيلتسقش معاكم بالتنور إذا كان على سمنه لازم تمام كده تغطوه بالدقيق عشان ما يكونش يلتسق تمام معاكم بالتنور لأنه ده كان فيبو زيت ولا سمن فيبو كده كتير بفلوت عليكم بالتنور تمام خلاص بديت أفردوه لتخلوه نوش رفيع كتير والله بعدين يرقع يابس أنا ما حبوش رفيع كتير يرقع ناشف يابس لا أخلي شوية سميك نحن نحبوه قليل يقيم قرمش ورطب شوية خاص فيه هنا عندي المخبزة فردته على المخبزة والآن تعالوا قلت للمساعدة المصورة يقيم يساعدني عشان يصورني واني أخبزي بالمخبزة قصدي أخبزي بالتنور لكن الرجال قوعان ما عادي شوش هو منذري هو يصور التنور ولي يصورني واني أخبز مش عارفة هو القصة إيش هنا شلت الحديدة لأني أحرق وهنا واكنة على إنه يصورني واني أخبز يعني ضربة بالمخبزة وهو يصور لي شعلات التنور مانيش عارفة إيش يصور يقول لي إيش أنا خوف تصورك وتباني بعدين تخاصمي تجدسي لا والله خبزوها شوفوا التنور يكون حرارته إذا كان نار عالية حامي بتفلت معاكم وإذا كان واطية بتفلت خلوها وسط يعني التنور سخنوا ويفتحوا شوية بعدين خبزوها فهمتوا كيف أنا عملت السمك وفتحت الغطاء وخليت شوية على بل فرتتي بالمخبزة بعدين خبزته عشان ما تفلت عليها ويكون حامي التنور والآن ما شاء الله شوفوا كيف الله خبز رشوش ولا مش خبز رشوش ما شاء الله شوفوا كيف سمكة والآن فرشنا السفرة وقبنا لستحاوق القبن وقبنا كمان الحلبة والآن ما شاء الله كمان عسل قلت يلا خليهم يحلوا بالعسل والآن شوفوا بس السمكة مخبازة ولا مش مخبازة قالبنا البيت صيرة قالت لكم باقي إلا البسس إلا بالبيت ما شاء الله أحلى خبز رشوش بتاكلوه حاجة جدا روعة طبعا كمان بعملكم خبز رشوش اللي ما عندوش تنور في عندي كمان طريقة كده تاخدو من السحاوق القبن والآن شوفوا الحلبة طبعا الحلبة هدى لش سوتها قليل بتقولوا ما حد يأكل الحلبة لأني معنى لذيدة ولا مرة ولا شي يعني أبدا لذيدة بس مايرضوش يأكلوا معيني الحلبة بس يحبوا السحاوق القبن والله إيش الحلبة لذيدة يا بنات إيش تاكلوها ما تشبعوش منه لذيدة لذيدة قربوا طريقتي وقربوا طريقتي كيف تخبطوها وكده وهنا خبز الرطب ما شاء الله أنا أحب خبز الرطب مع أكتر من الرشوش أحبه مش عارفة ليش أنا أحب خبز الرطب مع السمك والحلبة والسحاوق أحبه كثير كمان تقدروا شوفوا ما شاء الله السمكة طرية مش ناشفة نار عالية وخدت مني 12 والله من 10 دقائق إلى 12 دقيقة بالتنور محمرة ومقمرة وما شاء الله كده مع تغمصنا من الحلبة ولا إيش ولا أروع ولا أحسن وهنا قبلنا كده خبز الرطب وحطت على عسل وعيش حياتك والله إيش ألد أكلة بتاكلوها ألد مخبازة تصيرة من صدق وديناها الرياضة اليوم بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومنس حلو منكم